ازايكم عاملين ايه يا رب كونه بخير برج الجوزاء واكتر الحاسيس اللي موجودة جواه او ايه اللي بيدور في دماغ او عقلية برج الجوزاء اللي بيتمنافه خلال شهر يونيو لعام 2021 هنتكلم على الحاجات كده بشكل ترتيبي عشان نقدر نفهم نفسنا يا برج الجوزاء وبرده كتير بيبقى عايز يعرف الشخصية البرج ده بيفكر فيه طيب المهم برج الجوزاء انت عندك اكتر الحاجات اللي انت بتفكر فيها ان انت تنتصر في امر ما تنتصر على شخص قد ايه هو بيقلل منك او ان هو منتظر ان انت تفشل او منتظر ان هو ياخد حاجة منك مش عايز ان هو يحصل على ما يريد انت مش عايز تعمل ده كان حد واف قدامك مواجهة انت مش عايز ان هو يقدر نويق ان هو يكسبك لا انت عايز ان على الاقل انت تكسبه بمراحل عايز توسط لده جدا ودي من اول الحاجات اللي انت بتفكر فيها بتفكر كتير ان انت تحفز على مالك تحفز على حياتك تحفز على امورك الحياتية تحفز على الوضع بتاعك وكمان بتجمله جدا جدا حفاظا عليه من ان اي حد ممكن ياخده ياخد مالك او حاجة ممكن يكون عندك ارض او عندك مكان انت خاف ان هو يتخذ كوضع يد او خايف ان هو حد او يتأثر المكان ده او تتأثر الحاجة دي بكلام حد او تتأثر بفعل او تتأثر بقانون او تتأثر مش عارف بايه فعندك ده جدا عندك مخاوف من النقطة دي واحنا منتكلم على الحاجات اللي انت منتظرها كمان ومنتكلم على الحاجات اللي انت بتتمنها او مخاوفك طيب بالنسبة برضو لنقطة تانية برج الجوزاء بيفكر فيها بشكل كبير قوي ورغم كده بيدريها هو بيفكر كتير في الاستقرار العاطفي بيفكر كتير في ان انا عايز يبقى في حب وفي موادة مش عايز يبقى في خلاف مش عايز يبقى في مشاكل مش عايز يبقى في اي حاجة ليه علاقة بان انا اتأثر او اتوجع فعايز ان انت تكون بامان عاطفي باستقرار عاطفي بان يكون في حالة ود ما بينك وما بين حد او حالة حب ما بينك وما بين شخص فبالتالي انت بتحب او حابب او الاستقرار العاطفي بس ما حد يجيب لك سيرة الحب وان انت عايز حبه مين ده لا لا اهم حاجه انا والحرية واللي واللي ده اللي انت بتقوله خارجيا لكن من جواك انت بتتمنى كتير الحب وبتتمنى شخص يكون يعني يبقى شخص مجنون شخص يبقى واو خارج كده لا نروح يلا نيجي يلا نضحك كتير نهزر كتير عقلية مش عارف اي حد يسندني في ايه فعندك ان انت عايز عايز شخص بمواصفات انت حبيبها فعندك ده جدا بالنسبة برضو يا برج الجوزاء عندك ان انت فيه قرارات انت اخدتها عايز تغير في القرارات دي بس مش عارف تعمل كده عايز ان انت تكلم حد او تعاتب حد بس مش قادر برضو تاخد الخطوة دي ليه لان انت حاسس ان ده حاجه بتيجي على كرامتك حاسس ان ده بيجي علي او ممكن يقلني او ممكن اتفهم غلط بتسأل نفسك كتير طب هما انا ممكن اتأثر طب ممكن يفهموني ازاي طب ممكن فعندك ده فانت عايز تغير قرار او عايز تتكلم مع حد ان انت يعني ان احنا خلاص ونتصالح او نتفهم او نقعد مع بعض او نصلح الامور بشكل ودي عايز تعمل ده بس برضو قلقان من الخطوة زي انت عندك قلق من الخطوة زي عندك ان انت كمان بتفتكر حد دايما يكون او شخص بعيد عنك ممكن يكون شخص مختارب او شخص انت بتحمله تخاطر او شخص انت لما بتشوفه بتبدأ ان انت ترسله نوع من انواع الكلام عندك انك بتعمل ده جدا نوع من انواع التخاطر عندك ان انت كمان بتفتكر شخصيات من زمان بتفتكر حد مش موجود في دنيانا بتفتكر دايما حاجات دي بتفتكر ذكريات من زمان بتفتكر دايما او في بالك او في بالك دايما اني انا كنت ايه في الفترة دي ايه اللي حصل في الفترة دي تعرضت لايه الفترة دي احساسي كان ايه الفترة دي فدايما عندنا دا وده بيأثر علينا خلي بالنا يعني خلي بالنا كتير لان انت في ذكرياتك دي في حاجات موجعة وحاجات مقلقة فبتتأثر بها في عالمك الوضع دلوقتي انت بتتأثر وتأثيرك او تأثيرك بيخليكم ان احنا ممكن نقع في اخطاء او بيخلي على الاقل مزاجنا مش رايق الموت بتاعنا مش مظبوط فدا ممكن يوقعنا في اخطاء او يخلينا ان احنا بنتنرفز على بعض الاشخاص فعندك دا عندك بتحاول عندك محاولات مش محاولة محاولات ليه اثبات النفس ان انت عايز تثبت نفسك في وضع اهني تثبت نفسك في امور عائلية تثبت نفسك ان انت افضل احسن تثبت نفسك قدام اشخاص هم شايفين او بيستقلوك او اشخاص هم بيتعالوا عليك فانت اللي هو فكرة انت بتتعالى علي شوف نفسك علي طب انا هوريك فعندك دا جدا فعندك الخطوة دي انت بتدوس فيها قوي وبتعمل ما بدالك عشان انت عشان تثبت نفسك عشان توري ان انت معمل كان مش هتوصلي مش هتوصليلي انا حسن منك بكتير فعندنا دا جدا يا برج الجوزاء برج الجوزاء عندنا برضو حاجة تانية مهمة قوي اللي لها علاقة بي الجاذبية ان انت عايز تكون شخص دايما جذاب عايز ان انت دايما يعنى مهتم بسوشل ميديا مهتم بسيتييلا مهتم في لبس ومهتم بشكل مظهرك بات bliss ان انا انا اضخل محتاج عامل مش عارفة واه ان انا لعب جيم ان انا أريم غير رياضة ان انا اخلي بالي من اكل وايه عندك دا عندك كمان ان انت بتعتم بنظام الاكل بتاعك نظام مشقبات بتاعتك في نوعية من الاهتمام بشكل كبير قوي قوي حتى كمان لو انت شغلك شغل خاص او شغلك خاص عايزين ان احنا نهتم بالجاذبية الشغل بتاعنا يعني شغلنا يكون واو منتج مثلا اخلي المنتج بتاعي احلى حاجة افخم حاجة بحيث ان اللي يكون بيشوف المنتج بتاعي مقارنة مع منتج مش عارفة مين لا يقول لا ده انا عايز ده 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 بريمو ده عايز تعمل ده جدا جدا يا برج الجوزاء بتلعب على التغيير والتجديد والتوسع بشكل كبير برج الجوزاء برضه من ضمن الحاجات اللي انت بتفكر فيها قوي قوي ان انت عندك يعني خايف من السرقة خايف او الآن من السرقة متوتر شوية انت معرض لسرقة من لحد يوم واحد وعشرين انت عندك احساسك بيقول لك ده روحانياتك دايما بتحساسك ان في حد عايز ياخد منك حاجة في حد عايز يسرقك في حد بيبصلك نظرة مش لطيفة في حاجة مش لطيفة حوالي عندك ده دايما عندك شكوك في بعض الاشخاص فبالتالي عايز انك تاخد حذرك عندك نوع من انواع التغيير لحد يوم واحد وعشرين طبعا احنا عارفين ده قولنا ليه قولنا قصة حركات الكواكب بالايام وتأثيراتها علينا في التوقعات الشهرية اقول لكم يعني كمان في النقطة دي بما ان لحد يوم واحد وعشرين هلا ان عندنا حركة كوكب عطارة فيه تراجع موجود في برج الجوزاء بس التراجع فبيخلي ان دايما احساسك بيه الحاجات الموجود يعني عندك ان انت معرض لسرقة معرض ليه ان حد بيتأثر قوي قوي بممتلكاتك في بعض اللغبطة في امور المهنية الحاجات لزي كده فانت اعتمد على روحانياتك انت روحانياتك دلك على شيء مهم جدا جدا او بتدلك على الامور المهمة برج الجوزاء من ضمن الحاجات اللي انت عايز تعملها ان انت عندك هدف هدف قوي ان انت عايز تحقق هدفك هدفك بقى ان انت توصل لبكانة معينة او طاية المعين او حاجة مهمة تجبر perchnejلين تعني ده جدا جدا عايز توصل لحاجه مهمة عايز ان انت تبقى معروف او عارف فكرة انك عايز تبقى مشهور بالضبط برج الجوزاء عايز يبقى مشهور كل حد على فكرة بيبقى مشهور في مكانه مش ضرور يكون مشهور يعني فنان او يكون مش عارف اياه كلا حد عايز يبقى مشهور في المكان بتاعه مشهور في الشركة بتاعته مشهور في مجاله مشهور في العيلة بتاعته مشهور مش عارف ايه على السوشيال ميديا اصحابه بقى وبينزل صوره بتاع فيبقى عارفين الاحساس ده فعندك عندك ده جدا عايز تحس بيه ان ان انت وتحقيق هدف معين انت عايز توصله ان هي من من خلال الهدف ده انه يوصلك ليه تحقيق اسم او انك بتجبر فعندك ده جدا بالنسبة برضو الحاجة تانية دايما بيبقى فالك حاجة صغيرة انا عايز اعمل اللي بالفالي ومش عايز اتأثر بكلام حد ولا ولا ان حد يأثر فيها بكلمة ولا بحركة ولا بفعل انا اللي في دماغي هعمله عايز تعمل ده جدا ودي دايما في بالك ايه الحاجات بقى لمنتظرات انت في حاجات كتير على فكرة منتظرك وحاجات كتير انت منتظرها منتظرك الايجابية بشكل كبير قوي منتظرك حب منتظرك مال منتظرك امور لها علاقة بالنجاحات المهنية او النوع من انواع التفاهم عندك ده بس على mdare الشاهرة انت منتظر ان انت تكون رقم واحد منتظر ان انت تكون الافضل منتظر ان انت تحقق الاهداف منتظر انك لما تشوف نفسك في المراية انا اكون معجب بنفسي جدا منتظر اني اكون جزابة قوي منتظرة فعندنا طاقة انتظار لها علاقة بي انك تكون رقم واحد في حاجات كتير من حياتك في وضع مقاني في امور عاطفية في امور في العيلة بتاعتك ما بينك وما بين زملائك او ان اكون انا شايف نفسي رقم واحد من حيث باستايل من حيث ان انا اكون معجب بالان انا بعمله معجب بشغلي معجب بحياتي عندك ده برج الجوزاء عندنا شهر انت ممكن تكون قلقان شوية عندك نوع من انواع القلق في امور كتير على فكرة يعني في حاجات كتير انت قلقان فيها ولكن يعني مثلا من الحاجات اللي انت قلقان فيها ان روحانياتك دايما ان في حاجة عايزة تتاخد منك في حد بيلعب لك بحاجة في حد عايز بصصلك في امورك جدا جدا وزي ما قلتلكم قبل كده انتو معرضين لغل غل وحقد ممكن يتأثر بحسد بس الغل والحقد اللي يكون بالفعل اكتر كتير من الحسد كمان واخدين بالنا من النقطة دي يعني انت محسود اه بس عندك لو هقول اكتر الاب راجل اللي في ناس غل عندها وحقد منهم برج الجوزاء برج الجوزاء خلي بالكم كتير من الناس اللي حواليكم لان حقدهم هيؤدي الى انه ما يسرقوكم يلعبوكم يلعبو فيه اوراق او بعض المشاكل اللي يخلوكم ان انتو تتعرضوا لها كونوا حرسين جدا برج الجوزاء محبوكم كتير ما تنسوش لايك وشاركو في قناة تفعيل الجرس سلام